بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى اشتركوا في القناة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله 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 أكبر لنبدأ هذه المتبعه هذه المتبعه بمعرفة بسم الله مع الحكم هل سمع بسم الله معرفة بسم الله هذا المتبعه سيكون جيداً جداً ومدرسيحنا أمين ربالي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الذي سيجعله من أمريك إلى أمريك نترجمك المترجم للقناة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أكبر اليوم اليوم نترجم للعرشة هذا اليوم يكلم أن نترجم للقناة والمترجم للعرشة والعرشة والبركات الله أكبر الذين نترجم لأسى لأنه يجب أن يكون مرسينا فيه وأنه يكون مرسينا فيه وأنه يجب أن يكون مرسينا فيه إنه أدهاعنا تتعلمنا المهمة من أجل وعبارة وعبارة عندما نفعله نجب أنه يجب أنه كل مطاق وعبارة يجب أن يكون أفضل هذه اليوم أيضاً يتحدث وحباً يجب أن نتعاقل من يتعاقل من المشاريع كما يجب أن نتعاقل مع معلومة وعنى لعبقاء في الشرس ميل سوف نتعاقل على حرارة ومتعاقل إلا الله أعطاقنا للمشاركة نقوى المشاركة في حرارة في حرارة لا يوجد من مكاننا أهلاً سوف نتعاقل هذه المشاركة لتعاقل أحرارة وحرارة بين نفسنا في هذه المقابلة ، يتبعون من الأشياء عن المعاركة بشكل مزيد، بشكل مزيد من المعاركة بمواطنة القرية. هذه المنوات تحديث عن مجموعة ملتقل الإجابة لأجلس المقرية للجميع. لتصنع المعاركة قد تكون الحمدينة ومواطنة التأكدير بشكل مزيد. هذه المختصفة تساعدنا لكي أفضل المنظمة لنتمج الى مجتمع المنظمة. وإنما يجب أن تنقل المعرفة لحظة الوصف بحظة الواصفة التي تجربتها مجتمع المنظمة لتجربة هذه الوصفات لكي تجربة نظامها؟ لتجربة التعليفات بحظة الوصفاتة تفاول الإنسانية ولكن with the beautiful and inspiring place من الأفضل في تدربة الانفشارات أيضاً برنوبة في امام مستموز نمضى بقل ساعة من الأفضل فمن بعد ف massa دائرة وزيازات ورنوبة ورنوبة كون المستموزين بها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنع 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 نانسي قنع نانسي قنع نانسي قنع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نانسي قنع نانسي قنع نانسي قنع نانسي قنع نانسي قنع أكبر نانسي قنع 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 سمع الله لمن حميدا الله أكبر 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 وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حميد حميد يا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهترون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيا مخلصين له الدين ولو كره الكافر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمده وعلى آله وأصحابه أجمعي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Dear brothers and sisters in Islam Among mankind Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the most difficult hardships to his prophets and messengers in a hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء أو مسجر of Allah which human being has the heaviest of trials to which محمد صلى الله عليه وسلم answered الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة أبتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة أسرفن ستركه أبتلي على حسب دينه أبتلي على حسب دينه This hadith explains that the role of a prophet was not just about conveying da'wah but also Allah glorifies and anodized their status by casting their faith This matter is certain and for every Muslim It is consequence of our belief in Allah سبحانه وتعالى Allah says in Surah Al-Ankabud أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّبِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّبِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَابِبِينَ Do people think that they will be left alone because they say we believe and will not be tested and we indeed tested those who were before them so that Allah will know those who are true and will know those who are liars My dear Muslims Allah سبحانه وتعالى phrases Prophet Ibrahim in particular as a leader from whom we should study in his story the journeys and the trials he was faced with Allah says in Surah Al-Nahm إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَالِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ ۚ مُسْتَقِيمِ Indeed Ibrahim Alayhi Salaam was a comprehensive leader they felt obedient to Allah inclining toward truth and he was none of those who associated others with Allah he was grateful for his favors Allah chose him and guided him to a straight path Ibn Kathir in his tafsids explains that in these verses there are several praises from Allah subhanahu wa ta'ala towards Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salaam Prophet Ibrahim is described as an ummah here the word characterizes him as a leader who is worth following and a teacher who guides to goodness the second quality and praise that Allah mentions is قَانِتًا which means enduring obedience to Allah subhanahu wa ta'ala the next attribute that Allah mentions is حَنِيفًا meaning one who is upright and turns away from misguidance towards the straight path and the final trait that Allah mentions is شَاكِرًا namely a person who is grateful for all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala we can learn these four good qualities of the Prophet Ibrahim Alayhi Salaam through two trials which Allah presented to him first Allah's command to take his family to a barren land and leave them there Allah says in Surah Ibrahim رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ دُّذِيَّتِي بِوَالٍ غَيْرِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ تَفْئِلَةً مِّنَ الْنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَانْزُقُهُمْ مِّنَ التَّبَرَاتِ لَعِلَّهُمْ يَشْقُونَ Oh Lord I have settled some of my offspring in a barren valley near your secret house Oh Lord so that they will establish prayer so make the hearts of believing people inclined towards them and provide them with fruits so perhaps they will be thankful for a father who really loved his wife and children to leave them in the middle of a drive man of Nazareth is surely a heavy order however because of Prophet Ibrahim alayhi salam's leadership as the head of his family he was able to convince his wife to obey Allah's commands his position was also founded upon obedience to Allah subhanahu wa ta'ala so even though it was very difficult to leave his family behind in such prepared conditions Ibrahim alayhi salam with full confidence in Allah subhanahu wa ta'ala plans carried out the order this example of absolute submission to Allah is a result of the straightness in Prophet Ibrahim's heart his tawgit which prevented him from all kinds of shirk when he left his family he had no doubts and rather he believed that Allah will guarantee the safety of his wife and children in this instance Prophet Ibrahim's obedience is also a form of gratitude for the sustenance that Allah has given him he knows very well that Allah will guarantee that his family is provided for the second trial came with the command for Ibrahim alayhi salam to slaughter his own child Allah researched the story in surah al-safat during a time when his son Ismail alayhi salam began to mature Allah tested his obedience once again by ordering him to sacrifice his son this task also concerned the Prophet Ismail alayhi salam namely his obedience to Allah and to his parents that was the relationship between a father and a son who will put Allah before anything else both believed in Allah's power and followed his commands these two stories of the Prophet Ibrahim alayhi salam are ones Muslims are very familiar with importantly the points I want to highlight is firstly belief and faith in Allah must be absolute he is prioritized before anything else and we trust that Allah holds complete power and guarantees life for all his creations Allah reveals in surah hu wa ma min dabbatin fi al-abdi illa ala allahi risquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawudaaha kullum fi titabi mumi there is no moving creature on earth whose provision is not guaranteed by Allah and he knows where it lives and where it is laid to rest all is written in a perfect record secondly we must strive to continue to improve tawakkal or trust in Allah this means to surrender all matters to Allah we ask Allah subhanahu wa ta'ala for help and always attribute everything to his will so that with maximum self-surrender there is no need for too much worry instead we concern ourselves with the akhirat our worship our prayers the Quran we concern ourselves with the akhirat our worship our prayers the Quran focusing on the pursuit of Allah's blessings thirdly it is important to train our patience this includes self-restraint from that which is wrongful and haram it is the endurance and diligence to maintain istiqama or commitment and sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala it is also our fortitude in facing the trials from Allah subhanahu wa ta'ala finally brothers and sisters we aim to constantly increase the quality and quantity of our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala we must remember and be thankful for all the blessings and sustenance that Allah has provided through the and sentences of tahmeed who express our shukar by increasing our prayers and sadaqah especially in this time we shall pray for and support our brothers and sisters in Palestine with whatever means we are able because in essence we as mu'min are one we are one when our brothers and sisters in Palestine struggle for their right to live and are fighting in the name of Allah so here we also find to provide maximum support and wholeheartedly remember them in our prayers this is the truest form of gratitude it doesn't stop with our words alone but also applied in action in our daily lives may Allah make us among his servants who help us in carrying out his sharia following the prophets Ibrahim and Ismail as an example as an example of noble morals is that a sharia Allah wa-i-kwah Allah wa-i-kwah Ibrahim wa-i-kwah والله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهددي لولا أن هدان الله أشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى أبيه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وابعن فيعبال الله إتقو الله حقوقت قاته ولا تموسن إلا وأنتم مسلم جماعة سيدانو صلات عيدل أضحى يملكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله سكرا بجينا شكرا تفاجئنا kepada الله سبحانه وتعالى صلوات سرطة سلام تألوبا كتا حضرت حضرت أبيو سيدنا وحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبيو سيدنا أبيوه سيدنا أبيوه سبحانه وتعالى سيدنا أبيوه 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 Namun tentunya Belajaran yang harus kita ambil Ya harus selalu kita aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Ada beberapa hal Poin penting daripada perjalanan kisah Nabi Ibrahim Ketika beliau S.A.W. meninggalkan keluarganya Ya di tengah padang pasir Yang pada saat itu memang Ya kondisinya Ya tidak siap Untuk tinggal lama Namun Allah SWT Perintahkan kepada Nabi Ibrahim Untuk meninggalkan keluarganya Dan beliau A.S. mentaati Ya perintah Allah Ya tanpa sedikit pun Mempertanyakan Meragukan Dan meyakini bahwa Allah lah yang akan menjamin Keluarga Dan juga kisah Nabi Ibrahim A.S. ketika beliau Diminta untuk Menyebelih Anak yang sudah Ia tunggu Berpuluh-puluh tahun Sangat sayang betul dengan anaknya Sebelum Namun Allah menguji Beliau Dengan Menyebelih anaknya sebelum Dan Nabi Ibrahim A.S. Yang merupakan Contoh tauladan Yang sangat Patut kita ikut Yang bahkan namanya Kita sebut Setiap kali kita salat Dalam salat kita Yang selalu kita sebutkan Nama Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Sebagai dua contoh Rol model Yang harus Dan juga ikut Nah ada beberapa poin Yang patut kita Ambil Dari kisah-kisah tersebut Yang pertama adalah Keimanan Keyakinan Di hati Nabi Ibrahim kepada Allah itu sudah sangat sempur ketika Allah s.w.t. menguji apakah cintanya ia kepada Allah lebih besar daripada cintanya ia kepada anaknya yang sudah ia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun namun Nabi Ibrahim a.s. jelas menjawab ujian tersebut dengan keimanan yang sangat yang kedua adalah tawakkal, jadi setelah kita beriman, kita yakin bahwasannya Allah s.w.t adalah penguasa kita yang memiliki kita anak kita, keluarga kita harga kita, harta kita yang mobil kita, semua yang kita miliki, hatikatnya adalah punya Allah s.w.t maka ia tidak ragu sedikitpun ketika diambil hartanya, ketika diambil Allah akan ambil anak tidak ada sedikitpun keraguan tentunya dengan tawakkal yang maksimal dengan menyerahkan semua yang kita miliki yang kita jaga kepada Allah s.w.t pelajaran ketiga yang dapat kita ambil adalah sabar tentunya dalam tiga sabar yang pertama adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah s.w.t menjaga diri kita dari segala perbuatan yang haram menjaga diri kita dari rasa syahwat kita yang menggebu-gebu untuk melakukan perbuatan maksimal yang kedua adalah sabar dalam menjaga istiqamah kita dalam keimanan kepada Allah s.w.t karena hakikatnya ganjaran orang yang istiqamah dalam menjaga ketaatan keimanan kepada Allah s.w.t tidak ada ganjaran yang patut kecuali surganya Allah s.w.t Allah sampaikan di dalam Al-Quran sebuah orang-orang yang mereka berkata kemudian mereka beristikamah menjaga keimanannya menjaga ketaatan kepada Allah s.w.t apa ganjarannya dan enazzalu alaihimul malaikah maka malaikat akan turun dan mendoakan ia janganlah kamu dan janganlah kamu sedih janganlah takut terhadap apa yang akan kamu hadapi nanti di akhirat dan janganlah sedih ketika kamu meninggalkan dunia ini dan berikanlah kabar gembira bagi mereka semua dengan jannah dengan surganya Allah s.w.t dan sabar yang selanjutnya adalah bagaimana kita sabar ketika memang diuji oleh Allah s.w.t yang mana memang sudah pada hakikatnya sebagai seorang muslim sebagai seorang mu'min yang menyatakan keimanan kepada Allah tentu Allah akan menguji keimanan kita apakah manusia mengira bahwa mereka ketika telah mengatakan saya beriman kami beriman kemudian mereka tidak akan pernah diuji dan sungguh kami telah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka kemudian Allah s.w.t mengetahui yang mana diantara kita yang benar-benar beriman kepada Allah dan yang dusta keimanannya dan poin terakhir yang patut kita ambil dalam perjalanan kisah syukur kita dengan amal amal salih dengan bersadaqah dengan melakukan salat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai seorang muslim dan mu'min dan terakhir marilah sama-sama kita berdoa agarnya pada ilmun al-ha'ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan walitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu anna allaha kada amrakum bi amrin balafihi binafsi wa tanna bil malayikati kudsi taqad ala ta'ala walam yazal qailan aliman inna allaha wa malayikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal labina aman sallu alayhi wa sallim mutaslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sallayt ala ibrahim wa ala ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barik ala ibrahim wa ala al ibrahim inna ka hamil magid Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'mina alahyai minhum wal amwad ufir ufir وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأبركم بالعجل والإحسان وإيطاء بالقربة ويدهى عن الفحشاء والمكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولا نكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد